موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله أيها الأحباب الأكارم وأهنئكم وأهنئ نفسي وأهنئ دولتنا قيادة وشعبا بحلول هذا الموسم الطيب المبارك موسم الحج وموسم الطاعات والخيرات والنفحات بحلول هذه الأيام الطيبة المباركة فإننا جميعا نتسابق إلى الله تبارك وتعالى في طاعته والقرب منه ونيل مغفرته ورضوانه ورحمته وكيف لا وهي أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى والعمل فيها أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى فيها رحلة الحج وفريضة الحج التي هي ختام الأمر ورحلة العمر بها تكتمل أركان الإسلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المبين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عملاني هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة نسوق في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى وفي هذا اللقاء البشريات التي بشر الله تبارك وتعالى بها عبادهم من الحجيج ومن غير الحجيج فالبشريات كثيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر قالوا يا رسول الله بالجنة قال نعم أي بشر بالجنة فنحن نكبر ونهلل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام أن نكثر من التكبير والتهليل نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيل لعلنا أن نبشر بالجنة في مجلسنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى وما ذلك على الله ببعيد فنحن نحسن الظن بربنا الكريم الغني الحميد الشكور سبحانه وتعالى حجاج بيت الله الحرام لقد سعيتم إلى الله تبارك وتعالى لقد تركتم شواغلكم ومشاغلكم وتفرغتم لعبادة ربكم تركتم أوطانكم وأهليكم وأعمالكم وضحيتم بأوقاتكم وأموالكم وصبرتم على تعب العمل والعبادة والرحلة وتحملتم كل نصب وكل وصب ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وابتغاء رحمته وابتغاء مرضاته وإعلاناً للعبودية لله تبارك وتعالى بل وتجردتم من كل زينة ظاهرة في هذه الحياة فلبستم ثياباً واحدة ولبيتم تلبية واحدة ووقفتم بين يدي الله في مكان واحد وفي موقف واحد فهذا سعي إلى الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى هو خير الشاكرين بشر من سعى إليه بشر من اجتهد في العمل لما يرضيه بقوله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ولما وصف لنا نعيم الجنة وأهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى في ختامي هذا الوصف إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً فيا حجاج بيت الله الحرام لقد سعيتم وسعيكم بإذن الله مشكور لقد عملتم وتاجرتم مع الله سبحانه وتعالى وعملكم بإذن الله مقبول ومبرور وتجارتكم رابحة لن تبور بإذنه وحوله وفضله وكرمه جل جلاله الله سبحانه وتعالى اصطفاكم من بين خلقه لتكونوا وفده هذا العام فالحجاج والعمار هم وفد الله تبارك وتعالى دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فهذا اصطفاء من الله يصطفي به من يشاء من عباده فعلى من يتوجه إلى هذه الفريضة عليه أن يستشعر هذا المقام وأن يستشعر معنى هذا السعي وأنه من الوفد الذين سماهم الله تبارك وتعالى واختارهم من بين عباده ليكونوا بين يديه يطوفون حول بيته ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون بعرفات ويؤدون المشاعر كلها دون غيرهم من الناس حجاج بيت الله الحرام لقد لبيتم نداء الله تبارك وتعالى على لسان نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام نعم الخليل عليه السلام أمره ربه سبحانه وتعالى أن يرفع القواعد من البيت وأن يبني بيته الحرام في هذا المكان فقال لولده إسماعيل عليه السلام إن الله تعالى أمرني بأمر فقال له إسماعيل اصنع ما أمرك الله به فقال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة عما حولها يعني مكان من الرمال مرتفع عما حوله وبالفعل أخذ الخليل إبراهيم عليه السلام يبني القواعد من البيت ويساعده في ذلك ولده إسماعيل عليه السلام إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل إليه الحجارة حتى إذا ارتفع البناء شيئا ما جاء إسماعيل بهذا الحجر الذي يقف عليه أبوه الخليل عليه السلام ليكمل هذا البناء المبارك وهما يسألان الله تبارك وتعالى القبول منهما يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى تم البناء وهنا أمر الله تعالى خليله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فقال يا ربي وما يبلغ صوتي وفي مكان لا يسمعه فيه أحد وليس فيه إلا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وكان إسماعيل شابا صغيرا فمن الذي سيسمعني في هذا المكان الله سبحانه وتعالى قال له عليك الأذان وعلينا البلاغ فأذن الخليل وقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج وفي رواية أن أذانه كان لبيك اللهم لبيك فسمعه كل إنسان كان في عالم الغيب سمع هذا النداء فمن سمع هذا النداء فهو الذي يلبي نداء الله تبارك وتعالى ويستجيب لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام وإذا بالقلوب تهفو إلى بيت الله الحرام فالحج رحلة بالقلب قبل أن تكون بالبدن فكل قلوب المسلمين متعلقة ببيت الله ومشتاقة إلى زيارة بيت الله والطواف حول الكعبة المشرفة فإذا ما اجتمع مع القلب الذهاب إلى هذا البيت المشرف بالبدن والبذل بالمال فهي رحلة بالقلب والبدن والمال اجتمع فيها كل معاني فرائض الإسلام الخمسة نعم الإسلام له أركان خمس اجتمعت كلها في فريضة الحج ففيها النطق بالشهادتين وفي فريضة الحج معنى الصلاة لأن الطواف بالبيت صلاة وفيه تقام الصلوات الخمس وفيه معنى الزكاة لأنك تنفق من مالك وفيه معنى الصوم لأنك تمتنع وأنت محرم عما حرمه الله تعالى عليك وتمسك عن الوقوع فيه أثناء إحرامك وأثناء حجك وهو الحج بكل معانيه وكل أعماله فيا أيها الحاد لبيت نداء الله تبارك وتعالى وذهبت إلى بيته المعظم المكرم المشرف البيت الحرام فلك من الله البشريات وأول هذه البشريات أن الله تبارك وتعالى يغفر للحجيج ذنوبهم ويمحو خطياهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذه هي البشرة الثانية أن لكم من الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كذلك من الأمور التي هي في غاية العظم والبشريات التي بشر الله تعالى بها الحجيج أنها تهدم ما كان قبل الحج من ذنوب وكبائر وسيئات فعندما ذهب عمر بن العاص ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده لعم من أجل أن يبايعه عمر وبسط عمر يده ثم قبضها مرة ثانية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قبضت يدك قال أردت أن أشترط يا رسول الله قال وما تشترط قال أشترط أن يغفر لي ماذا فعل عمر قبل إسلامه وكم آذى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لكنه النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ويقول له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله فيا بشراكم يا حجاج بيت الله الحرام بمغفرة ذنوبكم بمحو سيئاتكم بقبول دعائكم برضوان الله تبارك وتعالى عليكم فالدعاء منكم مقبول كما جاء في الحديث برواية أخرى الحجاج وفض الله إن دعوه أجابهم وإن سألوه غفر لهم بشراكم بالثواب العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لكم بشراكم بالثواب العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لكم في حجكم هذا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجكم مبرورا وأن يجعل سعيكم مشكورا وأن يجعل عملكم مقبولا اللهم آمين ونسأله أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام أنتقلوا بكم إلى فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وبعد فمرحبا بكم مرة أخرى أحبة الكرام ونستكمل البشريات التي بشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم أحبة كرامل البشريات الحجيجة في حجهم وفي سعيهم وفي سفرهم هذا جاءه رجل من ثقيف يسأل عن ثواب الحج فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل يا أخى ثقيف وإن أردت أن أخبرك عما جئت تسأل عنه أخبرتك فقال الرجل هذا أعجب إلي يا رسول الله وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخبر الرجل بما جاء يسأل عنه ولم يتكلم الرجل بعد فقال النبي عليه الصلاة والسلام جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه أي وما لك فيه من أجل وثواب عند الله تبارك وتعالى وعن صلاتك ركعتي الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بالصفى والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمارة وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه وعن حلقك شعرك وما لك فيه وعن طوافك بعد ذلك وما لك فيه فتعجب الرجل وقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا له ولمن بعده من الحجيج أما مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة هذه الأولى وهذا المعنى موجود في الصلاة أنك كلما ذهبت إلى بيت من بيوت الله لا ترفع خطوة ولا تضعها إلا كتب الله لك حسنة ومحى به عنك خطيئة فهذا في الحج أيضا قال وأما ركعتاك في الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفى والمروة كعتق سبعين رقبة أي من بني إسماعيل وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يدنو من السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول انظروا هؤلاء عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له أي ولمن دعوتم له في حجكم هذا ونوجه رسالة إلى أحبابنا الحجاج أن لا ينسونا من شفاعتهم ولا من دعائهم في هذا الموقف العالي الموقف المشهود الرهيب موقف عرفات وكل مناسك الحج ثم قال له وأما نحرك فمذخور لك عند ربك وأما حلاقك شعرك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة والشعر هو أكثر الأشياء عددا في جسد الإنسان ربما يعني لو ظل الإنسان يحصيه ما استطاع أن يحصي عده وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ثم طوافك بالبيت بعد ذلك وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فتطوف بالبيت ولا ذنب لك قد طهرك الله تبارك وتعالى من كل ذنوبك ومن كل خطيئك يأتيك ملك فيضع يده بين كتفيك ويقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما قد مضى هذه بعض البشريات التي يبشر الله تبارك وتعالى بها حجاج بيته الحرام ولكن أيها الأحباب الكرام حتى نفوز بهذه البشريات ونفوز بثواب الحج كاملا ويكون حجا مبرورا ننال به الأجر من الله تبارك وتعالى لابد له من ضوابط ومن شروط لابد من تحققها وتوفرها أول هذه الشروط الإخلاص لله تبارك وتعالى والتزود من التقوى فالإخلاص لله تبارك وتعالى هو الركن الركين في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه لابد أن يخلص لله حتى تكون مقبولا ولذلك كان من إهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالحج اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لا يرأي فيها أحدا من الخلق ولا يريد بها السمعة والشهرة بين الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج بين الناس جميعا والناس جميعا ينظرون إليه ويسمعون تلبيته ودعاءه ونداءه ويتعلمون منه لكنه لا ينظر إلى الخلق لا يعمل من أجل الخلق إنما يتوجه بعبادته لله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أي خالصا لله جل في علا هذا هو الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى في العبادة والتزود من التقوى لأن الله عز وجل بيّن لنا غاية الحج وقال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأعظم هذه المنافع هي التزود من تقوى الله جل جلاله حيث قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال سبحانه وتزودوا فإن خير الزادي التقوى فبين لنا أن الحج ذكر لله تبارك وتعالى ذكر عند الوقوف بعرفات وعند الإفاضة منه وبعد الإفاضة منه وبعد الإفاضة من المشعل الحرام كل هذا ذكر لله عز وجل ثم يأمرنا سبحانه وتعالى بالتزود من التقوى أي بالأعمال الصالحات ومراقبة الله تبارك وتعالى في كل هذه المواقف فيقول سبحانه وتزودوا فإن خير الزادي التقوى الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتعهده ألا وهو التوبة إلى الله تبارك وتعالى وتحر الحلال نحن ذاهبون إلى الله من أجل أن تغفر ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها فلابد أن يتوجه المؤمن إلى ربه بقلب تائب بتوبة نصوح ليس فيه إصرار على العودة إلى ما كان قبل الحج إِنَّمَا يَنْدَمْ وَيَسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَيَعْزِمُ عَزْمًا أَكِيدًا بِقَلْبِهِ على أن لا يعود إلى حاله التي كان عليها قبل حج البيت الحرام وإلا فما فائدة الحج حينئذ لا ينبغي أبدا أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بأن نذهب ثم نعود إلى ما كنا عليه لأن الله تعالى أعلم بما في القلوب فلابد من توبة صادقة من توبة نصوح كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله جل جلاله وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نعم هذه غاية كل إنسان وكل مؤمن أن يعود من حجه كيوم ولدته أمه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحاج وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه وهذا هو أسعد أيام الإنسان اليوم الذي يشعر أن الله تعالى غفر له كل ذنبه فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه ماذا قال لكعب بن مالك؟ قال له يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك هذا هو خير يوم هذا هو أفضل يوم أن يتوب الله على الإنسان أن يتوب الله على التائبين أن يكفر الله تعالى عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم هذا هو الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام عدم الإصرار على المعاصي والقدوم على الله سبحانه وتعالى بقلب تائب وكذلك تحر الحلال تحر الحلال في النفق التي ننفقها وتحر الحلال في المطعم الذي نطعمه والملبس الذي نلبسه وفي كل أعمالنا فإن الله تعالى كما ورد في الحديث الصحيح طيب لا يقبل إلا طيبا الله طيب سبحانه وجل في علاه وَلَيَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ طَيِّبًا وَلَيَقْبَلُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ طَيِّبًا وَلَيَقْبَلُ مِنَ الْمَالِ إِلَّا مَا كَانَ طَيِّبًا وهنا يذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بخطورة هذا الأمر فيقول عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك فأن يستجاب له كيف يستجاب لهذا فإذن لابد من إطابة النفقة والمطعم ولذلك الإنسان عندما يحج لابد أن يتحرى من ماله المال الحلال ويرد ما عنده من مظالم للناس ويرد ما عنده من ديون إن استطاع أن يردها قبل سفره للناس ولا يحج إلا بمال حلال الأمر الثالث حتى يكون سعينا مشكورا وحجنا مبرورا وذنبنا مغفور إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإنسان يتحلى بمكارم الأخلاق فالحج مدرسة طربوية عظيمة تربينا جميعا على الحب وعلى الاجتماع وعلى الإحسان إلى كل مخلوقات الله تبارك وتعالى فالإنسان يحسن إلى الشجر ويحسن إلى الطير ويحسن إلى الصيد يحرم عليه الصيد وهو محرم ويحسن إلى حتى الأشياء الجامدة إذا وجد لقطة في الحرم لا يلتقطها ولا علاقة له بها لا يجادل أحدا لا يخاصم أحدا لا يرفث ولا يفسق في قوله قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزادي التقوى والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه هذا والحج المبرور الذي لا شائبة فيه لا إثم فيه لا بغي فيه ولا ظلم فيه ولا عدوان على أي أحد من الناس فنجتمع جميعا في هذا المكان من كل فج عميق من كل مكان على مظهر واحد وعلى خلق واحد وعلى نداء واحد وعلى قلب واحد وعلى أخلاق واحدة فما أجمل هذه الشعيرة وما أجمل هذه العبادة التي تربينا على مكارم الأخلاق هذا الأمر الثالث الأمر الرابع الأمر الرابع الذي ينبغي على الحج أن يلتزمه وكذلك غير الحجيج في أيامنا هذه المباركات هو تعظيم شعائر الله قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سيدنا عمر قبل الحجر لأنه من شعائر الله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك فتعظيم الشعائر كل أعمال الحج شعائر لا بد أن نعظمها لا بد أن نؤديها حق الأداء وأن نستشعر عظمتها عند الله تبارك وتعالى والأمر الأخير أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجه فقد قال خذوا عني مناسككم نخرج إلى فاصل ثم نعاود اللقاء بكم إن شاء الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فمرحبا بكم من جديد أحبتي في الله هذه بعض الأمور التي ينبغي أن نقف عندها جميعا سواء كنا من حجاج بيت الله الحرام أو من غيرهم إذا كنا نسعى إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام ونريد أن ننال من نفحاتها ومن خيراتها ومن رحماتها فرحمة الله واسعة سبحانه وتعالى لا بد أن نحقق هذه الشروط وأولها أن نخلص لله تبارك وتعالى وثانيها أن نتوب إليه توبة نصوحة وأن نتحر الحلال في مطعمنا ومشربنا وملبسنا وأن نعظم شعائر الله وحرمات الله تبارك وتعالى وأن نتحلى بمكانم الأخلاق وأن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا نقتدي به في نسكه كيف كان يحج نقتدي به في عبادته وتقربه إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركات والأعمال التي كان يقدمها ويعلمنا أن نقدمها لله أو بين يدي ربنا جل جلاله ومن هذه الأمور المهمة أيضاً أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى فقد اجتمع يوماً سفيان الثوري مع عبد الله بن المبارك فقال عبد الله بن المبارك لسفيان وهما في الحج يا ترى من أشقى هذا الجمح من الشقي في هؤلاء الناس جميعاً فقال له سفيان الشقي الذي يظن أن الله تعالى لا يغفر له فالإنسان يحسن الظن برب مهما كانت خطاياه ومهما كان تقصيره ومهما كان بعده عن الله تبارك وتعالى فالإنسان يقبل على الله بقلب راج وحسن ظن بالله فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد ويقول جل جلاله في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فظن بالله الخير كله ستجد الخير كله إن شاء الله تبارك وتعالى أحبة الكرام إننا في أيام الحج نمر بعشرة أيام مباركات ثم من هذه الأيام يومان عظيمان كريمان يوم عرفة ويوم النحري أما الأيام العشر فهي الأيام المعلومات كما هو قول جمهور المفسرين والعلماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لأنها كانت معلومة لديهم أيام يفدون فيها على بيت الله الحرام ويتقربون إليه بالطواف بالكعبة والعمرة والذكر والصلاة والعبادة إلى غير ذلك أيام هي أحب الأعمال هي أحب الأيام إلى الله وأفضل الأيام في العام كله على الإطلاق أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من غيرها فالعمل اتسمى بسمتين أو صفتين أنه صالح والعمل الصالح مقبول وأنه محبوب من الله تبارك وتعالى في هذه الأيام عن غيرها فأكرم بعمل يحبه الله تبارك وتعالى منا جميعا فلنتسابق لنتسابق في هذا السعي هذا السعي المبارك وسمي سعيا لأن الإنسان يعني في ذهابه إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة يسعى يمشي بسرعة لا يكون بطيئا إنما في أمور الدنيا يمشي على قدرها وعلى قدر حاجته منها ومن أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله في أيامنا العشر كثرة ذكر الله جل جلاله لأنها أيام ذكر أيام تهليل وتكبير وتحميل واستغفار وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يهللون ويكبرون بصوت عالي حتى يعني يسمع من في الأسواق ويسمع من في المساجد ويسمع من في البيوت كما روى ذلك البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما كان يكبران ويخرجان إلى السوق ويكبر الناس بتكبيرهما والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكثر من ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ووعدنا ربنا سبحانه وتعالى أنه ذاكر من ذكره حيث قال جل جلاله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الأعمال الصالحات صيام هذه الأيام لمن قدر على صيام جميعها أو صيام بعضها وإلا فصيام يوم عرفة وسنتحدث إن شاء الله عن فضل يوم عرفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في السنة عن بعض أزواجه كان يصوم هذه الأيام التسع الأول من ذي الحجة كذلك من الأعمال الصالحات كثرة الصدقات في هذه الأيام فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذه أيام البر أيام المغفرة أيام العتق من النار أيام الرحمات فلن ننال هذه الرحمات إلا أيضا بالتقرب إلى الله عز وجل بالإنفاق وبالعفو عن المسيئين والمخطئين ونتسامح فيما بيننا فالله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرماء عفو يحب العافين عن الناس ويحب الكاظمين الغيظاء والله يحب المحسنين من هذه الأعمال أن نصل أرحامنا بكل ما نقدر عليه من أنواع الصلة الصلة بالبدن والصلة بالكلام والصلة بالمال والصلة بالإعانة والصلة بالدعاء صلة الأحياء وصلة الأموات هذه أيام المباركات لا تفوت لأنها لا تعوض بعد مرورها ثم نأتي بعد ذلك إلى اليوم التاسع منها وهو يوم عرفة ذلكم اليوم المشهود حتى إن كثير من المفسرين فسروا قول الله تعالى وشاهد ومشهود قالوا هو يوم عرفة واليوم الذي تشهده الملائكة وتهبط الملائكة إلى الأرض يملؤونها بتسبيحهم ويباهي الله عز وجل الملائكة بعباده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل يوم عرفة ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإن الله ليباهي بكم ملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى لا تحصل المباهات إلا بعد أن تغفر ذنوبهم وخطياهم لأن الله تعالى لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب الملائكة فهذا من بشريات من يقفون على عرفات أن الله تعالى يغفر ذنوبهم وبعد أن يغفر لهم نباهي بهم الملائكة فأفضل أعمال عرفات الصيام لغير الحاج وكذلكم الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا ذكر وفي نفس الوقت دعاء فأنت تسبح الله تعالى وتوحد الله تبارك وتعالى وتهلل وتكبر وتقدس ربك فأنت تتقرب إليه بهذا الدعاء طيب هل يعني وإن لم يكن دعاء صريحا لكنه من باب قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياءك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فأنت تثني على ربك سبحانه وتعالى والله يعلم حاجتك والله يعلم ما في قلبك والله يعلم سؤالك فسيعطيك خير ما يعطي السائلين وأفضل ما يعطي السائلين يوم عرفة يوم عتق من النار فليتعرض الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعتق رقبته من النار في ذلك اليوم العظيم المشهود المبارك وختام هذه العشر هو يوم النحر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أفضل أيامكم يوم النحر ثم يوم القر هو أفضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا يوم النحر وقيل يسمى بيوم الحج الأكبر على خلاف بين العلماء في هذه التسمية هل المقصود بها يوم عرفة أم يوم النحر الأكبر أم المقصود بها أيام الحج كلها لكن هو يوم الحج الذي يعني تكتمل فيه أركان الحج بطواف الإفاضة بالبيت الحرام وبرمي جمرة العقبة وأفضل أعمال هذا اليوم هو النحر كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن أفضل ما يعمله المسلم في يومه هذا في يوم النحر إراقة الدمي ثم قال فإنها أو فإنه يأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها فطيبوا بها نفسا فطيبوا بها نفسا فمن قدر على أن يقدم الهديا أو ما يسمى الآن الأضحية لغير الحاج والهدي للحاج الهدي للحاج ولغير الحاج يسمى بإلأضاحي فمن استطاع أن يقدم هذه الأضحية لله تبارك وتعالى ويتقرب إلى الله بهذا العمل في هذا اليوم الطيب المبارك فهذا أفضل أعمال يوم النحر مع ما فيه من صلة لأرحامنا واستغفال وكذلك من أفضل الأعمال التي يجب أن نلتزمها في أيامنا هذه جميعا وفي يوم عرفة وفي يوم النحر جوامع الدعاء أيها الأحباب أن نتقر أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بجوامع الدعاء فالدعاء سعي إلى الله الدعاء سعي إلى الله تبارك وتعالى ولذلك لما ذكر الله عز وجل في سورة أهل عمران دعوات أهل الإيمان وإن المؤمن يدعو الله عز وجل أن يغفر له أن يتوفه مع الأبرار قال الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذن هذا سعي والله لا يخيب سعي من دعاه ولا رجاء من رجاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالإنسان يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لذريته وأهل بيته جميعاً ويدعو لوطنه ويدعو لولاة أمره ويدعو لأمته ويدعو لجميع المسلمين في كل مكان ويدعو بأن يسلم الله تبارك وتعالى هذا العالم من الشرور والآفات والمخاطر والزلازل والمحن إلى غير ذلك فأدعو الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وأنتم موقنون بإجابة هذا الدعاء ولا ننسى في ختام هذا اللقاء أن نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على ما تبذله من جهود عظيمة في تيسير سبل الحج للحجيج وفي تهيئة الأجواء الإيمانية لمن أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة في هذه الأيام المباركات التي تكثر فيها النفحات وتكثر فيها الخيرات فلهم جزير الشكر جزاهم الله عنا خير الجزاء وأثابهم الله تبارك وتعالى على ما قدموا خير الثواب وجعل الله ذلك في موازين حسناتهم إلى يوم أن نلقاه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر